موسيقى مساء الخير لكل متابعين عربود وينما كنتوا عم بتتابعونا حلقتنا لهيدا الخميس راح تكون مميزة بفقرات ولقاءات خاصة جدا ولكن بالبداية راح نتعرف سوا على عنوين فقراتنا الليلة بعربود تتويج كينغ تشارلز III بيجمع مشاهير العالم النجوم يكرمون محمد الموجي بالسعودية السعودية وهيئة الترفيه فكرت أنها تكرم العملاق محمد الموجي أصالات تطرب الجمهور المصري مني أتي الناس التروق هيك وترحم بعضها ورحمة عم ماجد المصري بإحتفالية مجلة نيش النفس الناس تحب زيدان وفعلا حبه زيدان سبب غيب ناللي مقدسي عن الساحة الفنية هي ظروف صحية لقلي ولا حدا من أثراد عائلتي حمد اللي قطعت على خيرك تدريبات مكثفة للنجوم الشباب مع أحمد مبارك نحن بنعمل التدريبات دي عشان أنت تلمس الشخصية قبل ما تصورها عينبا يحقق حلم حياته أمي كان بتدعيلي فالحمد الله ربنا كرمها أخر كرم في الدعوة حزف مشاهد نادين ناسيبنجي من وأخيرا بداية حلقة عرب بودلة الليلة رح تكون من اليو كاي يلي كانت عم تشهد على حدث كتير مهم وهو حفل تتويج كينغ تشارلز III رسميا على عرش بريطانيا ودول كومنولف وهيضا بحضور أبرز أفراد الرويل فاميلي وبمشاركة أشهر النجوم لحظة تاريخية هامي عاشت المملكة المتحدة بتتويج تشارلز III ملك لبريطانيا ضمن أكبر احتفال رسمي شهدته المملكة من 70 سنين كما تم تتويج زوجته كاميلا ملكة وتعاهد الأمير وليام وريث العرش بالوليق لوالده الملكة شارلز خلال مراسم التتويج مراسم التتويج اللي بعود تاريخها إلى ألف عام تسمت بالفخامة بداية من عربة اليوبي الألماس الملكية يلي استأل الملك للوصول إلى كنيسة واسمينستر أبي مرورا بتزيينات الكنيسة بالإضافة إلى ألف المدعوين من قادة وزعماء العالم وكبار الشخصيات ومن بينهم العاهل الأردني الملك عبدالله التيني وزوجته الملكة رانيا وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد الثاني وزوجته الشيخة جواهر بنت حمد بن سحيم بالإضافة إلى ملكة إسبانيا لتيسيا وملكة بلجيكا ماتيلد والسيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن بالإضافة لحضور الأمير هاوي من دون زوجته مجن بالرغم من خلافيته مع العائلة الملكة وما تغيب مشاهير الفن عن التتويج فحضرت إما تامسون، ماكي سميث، جودي دانش، لاين ريتشي بالإضافة للمغنية كاتي بيري وبلقطات طريفة خطف الأمير لويس نجلة الأمير وليام أنظار الجميع بحركاته وتعبيرات الطفولية العفوية والشائية خلال حفل تتويج الدو وأطلت ولدته كيت مادلتن بكيم الأناقتها بفصان أبيض بتوقيع أليكزاندر مكوين وزينت إطلالتها بحلق من بيرل بعود للراحل الأميرة دايانا وأصبحت شارلز صاحب السيادة الأربعين يلي يتوج بكنيسة وست مينستر أبي من عام 1066 وأصبح بسن الأربع وسبعين أكبر ملك بريطاني يضع على رأسه تيج سينت أدواردز مصنوع من 360 سنة والمرسع بحوالي 444 من الجواهر والأحجار الكريمة ضمن تقويم الرياض على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض ستي برعاية الهيئة العامة للترفيه السعودية برئاسة المستشار تركي الشيخ شهد الوطن العربي ليلة تكريم الموسيقار محمد الموغي ويلي حمس المستشار الجميع عنها عبر حسابه الخاص على تويتر سيكون استعراض شرقي جميل بإمكانيات كبيرة ومجهود جبار افتتح الحفل بفين تسجيلي عن الموغي منذ نشأته حتى وصوله لأعلى درجات الموسيقى والألحان وملحناً فدًا لم يتردد في أن يلون النوة الموسيقية بألوانه الخاصة من بعدها افتتح الحفل الغنائي الفنان صابر الارباعي بأغنية العندليب جبار من ألحان محمد الموغي وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير اليوم استرجعنا الذاكرة واسترجعنا الزمن الجميل الزمن الذهبي اللي كنت شخصياً أنا نتمنى أن نكون موجود فيه السعودية وهيئة الترفيه فكرت أنها تكرم عملاق العملاق محمد الموغي وهذه فرصة لنا أحنا كجيل هذا العصر أنه نغني هذه الأغاني وأطربت الجمهور ماي فاروق بصوتها إلى حد يلي تأثر لكتير وأشد بها كل من شاهد البر وعبرت ماي عن سعادتها بالمشاركة بهذه الليلة واعتبارها من أهم الليالي في السعودية شكراً شكراً للقيادة الحكيمة اللي بدأت تطور وبدأت تعمل حفلات كتير وبدأت تبقى في حاجات مختلفة بنشوفها في الرياض وشكراً لحيئة الترفيه ومعلي المستشار أنه بيساعدني بأن أنا أكون موجودة دايماً في المحافل دي وفي المشاركات المهمة دي شكراً أنه هو بفنان قوي وبيحب الفن قوي وبيقدر الفنانين أما عن عبادي جوهر يلي وجوده كان خاص مش بس لأنه أترب الجميع بيصوته بل كمان لأنه الفنان الوحيد بين الموجودين في الحفل يلي غنى من ألحان الموسيقار محمد الموقي أنا سعيد اليوم بمشاركة وإني أغني أغنية من روايعه مع أن أنا التقيت فيه كثير وغنيت من أنغامه أيضاً فيه أغنية دينية في السبع وسبعين تقفير كنا أربعة فنانين تنام من السعودية وتنام من خارج السعودية وبين فقرات الليلة الجميلة زينت الليلة بفقرة سولو نجمها يحيى الموقي ويلي أثرت بالمستشار وعبر عنها عبر صفحته الخاصة على إنستجرام استكملت الليلة على صوت أنغام يلي وصفت الليلة بالتكريمية فيه تنوع كبير قوي في ألحان أستاذ محمد الموقي طبعاً تقدم منها جزء النهاردة يعني والفضل الحقيقة للأفكار الرائعة اللي حتى هيئة طرفيه وشكل الأوركسترا الكبير والتوزيع الجديد الخطوط اللي أضافها يحيى الموقي ابن الأستاذ محمد الموقي للألحان أكيد عمل الطعم مختلف وأكيد أن ده يعني توثيق محترم جداً لأعمال أستاذ محمد الموقي في الشكل أما عن شيريني اللي زينت الليلة بصوتها فعبرت عن فخرها بهذه الليلة الفرقة الموسيقية هايلة والقيادة طبعاً الأستاذ وليد فايد حاجة تفرح القلب وتخلينا إحنا كمطربين نحس إن إحنا مسنودين الموسيقيين كبار وتربينا على أديهم وزين أعماد في قمة سعادتها كونها أصغر مشاركة بين الفنانين في حفل تكريم الموقي أمالة هذه واحدة من أهم 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 الأشياء اللي يعني بصرف النظر عنها حفلة عظيمة وبتتخلط في تاريخ الفن العربي بشكل عام مشاركتي أنا وكوني جزء مع القامات الفنية هذه لا أنا ما أعتبر شيء عادي أبداً أبداً اختتم الفنان ماجد المهندس الفقرة الغنائية حيث قدم أغنية رسالة من تحت الماء لعد الحليم حافظ وأكدب عليك لوردة جزائرية وقدمت الفنانة يسرى فقرة تكريم أسرة محمد الموقي ويلي تخللت إحدى فقرات الحفل وأعربت عن سعادتها البالغة بتلك الأجواء محمد الموقي ده مش هيتكرر تاني في التاريخ ولا أي حد فنان بيروح ممكن يتكرر تاني يعني بيبقى منه واحد يعني زي ما بيتقاب هكت كرمت المملكة الموسيقار الكبير محمد الموقي في حفل استثنائي بعض الفاصل عنبا ما بين أغاني المهرجيني والتمثيل حزف مشاهد نديل نسيب نجيم من وأخيرا اشتركوا في القناة شكراً على الكلمة الحلوة اللي بتتقال فتغير ودنا شكراً للناس اللي فريق جداً بحياتا وجودنا شكراً عني يا الصافية والناس بوعودة وافية دايماً في الشتة وضع الشيطة مش بادها ما لحاجة أنا أصالة مش محتاجة دعم أساسي ترش أي حاجة وده موضوع بتاعي موضوع خاص مش نتكلم فيه عمل يا سبريز بعد حملة الاعتراضات اللي تعرضت لها أصالة بمجرد الإعلان عن حفلتها في مصر واللي كان أبرز الدعمين لأصالة رامي صبري حبت أصالة أن توجه كلمة لجمهور المصري في أول حفل الحفلة اللي أقيمت بمتحف الحضارة وحضارها عدد كبير من الجمهور كان أبرزها روح المراح والحب بين أصالة وابنها خالد الزهبي سد حلقك يا مامي وأنا عم بحكي ما تؤخذونا بكلمة سد حلقك اللي بتعملون عليها أنه أنا عم بظلم أولادي وحرامة بقول لأولادي سدوا حلقكم هاي نفسي يقول لحدا كمان غير أولادي بس ما شيفش خلفي ظهور أصالة على المصرح لفت الأنظار بالكيمانو اللي كان متشابه مع ابنها أيضا ضرت أن أعمل اتنين من التوين أنا وهي عشان هي توقم روحي الحقيقية فممكن نوريوه من وراء ومن وراء فيه سولة ديزاين وحالة الحب العائلية استمرت ولكن هذه المرة مع زوجها فائق حسن واللي كشفت لنا عن هديته اللي فاجئها بيها أنا اكتشفت مؤخرا أني بحب نوع شنطة معين قريب من حجمي وجوز يجب لي كل الألوان هاي أحلى هدية كمان كشفت عن سر الفيديو اللي أثار استغراض الجمهور تعرفينو نزل الفيديو بالغلاط والله العظيم كانت بتبعتها الفائق أنا بصور أنا كنت بتصور لا بتعبيلي ايه ماما صور دي ابعت لجولتي إني حطيت حرفه دائما بحط حرفه بس كل مرة بحط الحرف بلون يعني مختلف فكنت عم تصور الفائق وكبست الزرب الغلاطي سمحتك 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 والله أمنياتي الناس التروق هيك وترحم بعضها والرحمة تعم الرحمة بتعرفين إحنا ناقصنا شوية رحمة بقلوبنا مع أنه إحنا يعني رحمين العرب تحديداً بس يمكن هيك قسوة الأحداث قسيت بعض مننا وتمنا ترجع هيك لأنه إحنا ما منقدر نعيش غير بالرحمة ماذاين خدمة النص والاتهيمات بتطويل مشاهد نجوم آخرين؟ هيك عانى الكثير من ممثلين الوطن العربي من حذف مشاهدهم ببعض الأعمال الفنية يلي بشاركوا فيها ونحنا جمعنا أبرز النجوم يلي واجهوا أزمات كبيرة بسبب حذف مشاهدهم وصلت لنهية تعملهم مع بعض المخرجين نادي ناسي بن جيم تصرح أنه مشاهدة بمسلسل وأخيراً قد تم تغييرها عاكس ما تم تصويرها أنا انخطفت وتهددت وانجبرت أعمل إشي ما بدي أعملهم فبالوقت يلي حقق في مسلسلة نجاح كبير خلال عرضه برمضان ردت نادي نجيم بطلة العمل على أحد المعجبات على تويتر بشعورها بالحزن من بعد حذف بعض المشاهد وتغييرها وقالت والله بس ياريت بتنحط مشاهدة متل ما هي صراحة شي بيؤهر تشتغل وطعت من قلبك وتلاقي بعضين شي تاني من دون أي تبرير ناديون من الأولى فعارف عبدالرسول أيضاً فوجئت بحظف مشاهدة كيم لي من فيل البعض لا يذهب للمؤذون برتين حيث كان مقرر ان تظهر كضيفة شرف بالفيلم ويلي أرجعته لأسباب درامية ونشرت وقت بوست على فيسبوك وقالت مشاهدة شالد في الموتاج لصالح الفيلم وبيضل أفضل الأفلام لقلبي خدمة النص أو الحبكة الدرامية كمان كانت سبب بحذف بعض المشاهد لزينا مكتين بفيلم الهيبة ويلي بررته زينا وأكدت أنه مشاهد كتير حزفت بسبب طول الفيلم وأنه هالشي ويرت جداً حتى بأفليم هولوي الحزف أو تقليص الأدوار غالباً يتهم فيها مخرج العمل وهالشي صار مع المخرج محمد سامي ويلي اتهمته نسرين أمين بأنه دورة بمسلسل الأسطورة قدم تقليصه من أجهزية الدورة الخاص بما يعمر زوجته ناس بقعدوا يقولوا دي ممثلة درجة خمسة دي مش عارفة من ناس دول هو محمد سامي ومراته وهو ما ضمنت معه ياسمين صبري من بعد حزف مشاهد لقلة واشتغل الصراع بين ثلاثة ونفى هالتصريحات محمد سامي واتهم ياسمين ونسرين أمين بغيرتهم من زوجته لاتهم أيضا طالوا بمسلسل نسل الأغراب من قبل نجلاء بدر اللي شعرت بالغضب عند مشاهدته للمسلسل خاصة وإن اتفقت على حجم أكبر للدور اللي قدمته طموحي فيها طبقاً للاتفاق معناه كان أكبر من كده قررت أصلاً في حياتي عمش اشتغل مع واحد ومراته ولكن سرعان المات ليش هالغضب من بعد النجاح الكبير اللي حققوا المسلسل وبيقولوا كيد النسا بيهدش بال لبالك بكيد الخوازي الأمر حدث أيضاً مع باسم سامرة فبأحد اللقاءات فيجأ باسم الجمهور ببعض التصريحات اللي ضمنت وقته اتهيم لأحمد السقة بتدخله وإزالة بعض مشاهده ويلي على أثاره مر باسم بأزمة نفسية بوقتها اختلاف وجهات النظر ممكن أنه تسبب بعض الخلافات بين فريق العمل ولكن سرعان المات بيتليش هالأمر خاصة بعد نجاح المسلسل أو الفيلب وبتختفي هالمشكلات وبيضل العمل الناجح هو يلي بتذكره الجمهور عنبا واحد من نجوم المهرجينات اللي حققوا شعبية واسعة بين الجمهور وخاصة الشباب وبرمضان 2023 حقق حلمتين من أحلامه من بعد تشتيده لشخصية بويكا بمسلسل ألف حمد الله على السلامة مع النجم يسرى خلونا نروح سواء نعرف تفاصيل هالتجربة الخاصة جدا من خلال هاللقاء بخلاف شخصيته اللي بيظهر بيها في أغلب الأوقات واللي كانت آخرها ظهوره بدور كوميدي في مسلسل ألف حمد الله على السلامة فعنبا خلال لقاءنا معاه ظهرت طريقته العفوية واللي كلمنا عن شعور المقربين لي بهذا النجاح أنا أمي كان عندها جلطة قبل ما أمضي المسلسل ده وأنا بالنسبة لي لما أنت هتقلم علينا المواجعة كده يعني هي أمي طالما بتفرح يعني بتتحسن بالنسبة لي عشان كل ما تشوفني إن أنا كويس هي بترتفع أخوتي كلهم أحسن مني عشان تبقى فاهم وأهلي يعني هم أحسن مني أنا دايما بشوفهم أحسن مني أنا هتظهر صيح بتلاقي إلا بس مش السعب حاجة وحشية يعني أنا في الشارع ومدأدأ شوية هم كلهم كويسين والله كلهم كانوا فرحانين بالحاجة اللي بوصل الله وأصحابي وأعلم و تاتي شايفيني كدوة وإن ما فيش مستحيل يا جماعة الراجل ده كان بيقعد معنا في الشارع هنا يوفي 12 ساعة على رجليه مش تغل عشان هو عنده حلم أنا من زمان صحابي كلهم عارفين أنا عنده تموح دعاء والدته كان في وقت استجابة زي ما عنبه قال واللي تحقق بعد وقوفه أمام يسرى ولكن عنبه من قبلها كان بيستعد للحلم ده نفسه مثل فربنا تقريباً الحمد لله كانت ساعة إجابة أمك بتدعيلي فالحمد لله ربنا كرم أخر كرم في الدعوة ده أنا في كليباتي قصد أن أنا مثل عشان لما يجي لي فرص التمثيل الناس تعرف أن أنا بفاهم قدام الكاميرا بعمل إيه حركاتي في كليبات ما أنا بعملها مقصود كده فعلا أول أعدى معهم فأم برضو لقوني بقول بأداء فأسألهم يا جماعة ما أنا بغني فبالنسبة للكلام كله لازم يتقلبي الحرم عنا بحقق نجاح كبير سواء على المستوى الغنائي أو التمثيلي في وقت قصير بس في خلال هذه الرحلة مر بالكثير من المواقف الصعبة وأنا صغير عشان أجيبه يدوم الأيد نزلت بقية الشرابات ونمت على الرصيف في عزي الصيام وبس كنت بجيبها بالحلال فأنت كنت نام على الرصيف وبأكده بتمثل مع يوسي تا ربنا مش عارب مش عارب بتم أكده لأيه وأخيرا عنا ببي جهز لجمهوره العديد من المفاجآت اللي هتكون مختلفة جدا زلوا بقى أربعة ركاك كده حلوين أعمل حاجات أصلا عمري ما أعملتها بلكده في طريق أغنية يعني في أغنية لا في أغنية محوظة بندوق أنا بغنب طريقة مش أنا خالص بعد الفاصل هيدا هو رأي أحمد مبارك بأداء مربوحة سبب غيب من اللي مقدسي عن السيحة الفنية اشتركوا في القناة المترجمautre يجب أن الأهم بالنسباني هو التواجد كان نفسي الناس تحب زيدان وفعلاً حبه زيدان الناس بتتكلم فيه تكريم ساعاتي ماذا لا توصف الاختياري مش للنجوم بس النجوم وغير النجوم البراندز هو الرقي لازم يبقى ناس راقية ناس عندها اثيكس ناس بتقدم حاجة محترمة وتحترم معيار واحد فقط اختاره نادي غالي رئيس مهرجين مجلة نيش لاختيار الأشخاص المكرمين بالاحتفالية يلي أقامتها المجلة يلي شهدت حضور وتكريم عدد كبير من النجوم لعام 2023 النهاردة هتشوفوا حاجات مختلفة الماركت عموماً بيبقى فيه براند والكمباتتر بتاع البراند المنافس عادة ما بيظهرش في نفس المكان اللي فيه المنافس بتاعه فالنهاردة هتشوفوا البراند والمنافس بتاعه اللي اتنين على الستيج بيتكرموا ومن أبرز المكرمين مصمم الأزيق هاني البحيري والمخرج أمير رمسيس وسفراء الفن المميزين ماجد المصري أحمد فهيم وشريف منير أشكر لي جداً جداً على الدعوة وأنا حبيت أول في وسط الكلام اللي كان بيتقدم الروح الوطنية والروح اللي باينتها حب مصر متشكر جداً والأه طبعاً مسلسل الحمد لله كان مكافأة من ربنا سبحانه وتعالى على الصبر والكفاح والاجتهاد يا رب كل مكتهد ومكافح ومغوب في مصر يحقق حلمه إن شاء الله كان نفس الناس تحب زيدان وفعلاً حبه زيدان قلت لأ الشخصية دي ما تتسبشي الشخصية دي فيها تحدي بالنسبة لي أنا بشوف حاجات على السوشيال ميديا ولكن أنا ما عنديش غير الانستجرام هو والتيك توك وده التفاعل الوحيد اللي مع الناس ما عنديش حاجة اسمها فيسبوك خلص كل ده يا جماعة فيك ما حد ديش وفي ناس بيتتكلم بإسم الحد النهاردة أقسم باللام أنا أنا سعيد أولاً بالتواجدي قبل أي حاجة أنا شايف إن النشاط اللي كانت تعملوا المجلة في الفترات اللي فاتت فعال جداً لمست تواجدهم في أكتر من فعالية لمست أطراتهم المهمة الأكتر من فعالية مهمة يمكن أول مرة راحضة حفلة ليهم من نهاردة بس أنا شايف إن الأهم بالنسبة لي هو التواجد أهم من أي حاجة يعني حضوري بحد ذاته هو المهمة بالنسبة لي إن أنا أكرم ده بعتبر نوعية تكليف مش تشريف لازم أشتغل أكتر وأحلى عشان نستاني جاي إن شاء الله يا رب كان فيه نصيب وعمر يكون موجودين معاكن وبنأخذوا لجائزة برضه كما كرم المهرجين سفراء الأغنية والموسيقى وأبرزهم الماسترو نادر العباسي بنسبة لي التكريم النهاردة ده يعني من الحاجات اللي أنا بتشرب بها جداً هي مش أول مرة هي كل ما بيلوني بعمل عمل مهم في مطر أو في أي حده بيقدروه وده تأديد ده بالنسبة لي بيبقى شيء مهم جداً لازم أتواجد وبحترم جداً تكريمهم لي وراءهم وتشجاحهم ومتابعاتهم لي الأكتنج كوتش صار إلو دور كتير مهم مع النجوم مش بس الشباب ولكن كمان الممثلين اللي بيسعوا دايماً أنه يقدموا الأفضل لجمهورهم عربو دلتقى بأحمد مبارك يلي يعتبر المدرب الخاص للكتير من النجوم الفرجة نص العلامة احنا بنعمل التدريبات دي عشان أنت تلمس الشخصية قبل ما تصورها وهيك بيكون كشف لنا المدرب المسرحي أحمد مبارك عن سر من أسرار نجاح الأكتنج كوتش لأعداد ممثل نجاح بس الأكيد أنه في تفاصيل تانية كتيرة الأكتنج كوتش هو مدرب التمثيل اللي بيبقى مختص بكل تحضير الأدوار للشخصيات الدرامية في الدراما التلفزيونية أو السينمائية مدرب التمثيل اللي بيبتدي مع الناس اللي لسه بتبدأ وعايزة تتعرف على نفسها وعايزة تتعرف على إمكانياتها وعايزة يعرف هو ينفع لشغلانة الممثل ولا لأ بشتغل معه على الجسد لغة الجسد الصمت عنده بيقول إيه عينيه بتقول إيه طبعاً ده مهم جداً بالنسبة لي الخيال خيال الممثل التركيز التشخيص الكاركتريزيشن اللي هو يعمل شخصيات بعيدة تماماً عنه الارتجال طبعاً ودي مساحة حرة أي حد بيبدع فيها يعني يقدر يبقى برحته مش مقايد بأي شيء ولا بفكرة معينة ولا بحركة معينة سلتي بيت وتحضيرات معينة بيستعد لإلى أحمد دايماً قبل الدخول بأي عمل فني فيه نوعين مختلفين فيه تحضيري للأدوار مع الممثلين فيه طبعاً اللي أنا أبقى رايح للمسلسل بالكامل شغال فيه فبعد مع المخرج فبنتكلم فبيقول لي وجهة نظره في الأدوار كلها شيء آخر اللي أنا أبقى حدي جايلي يتدرب معايا ويحضر معايا الشخصية اللي بيعملها في المسلسل أنا هنا مش بقابل المخرج ولأنه كين أحد صناع مسلسل حضرة العمدة اللي عارض بالسبيق رمضاني فكين لازم يحكي لنا عن كواليس تحتيراته من أول ما قررت الورق أول مرة اتبسطت جداً بالقضايا اللي بيتكلم فيها يعني إحنا بنشوف العمدة اللي هي عاملها أستاذ روبي فالقضايا اللي بينقشها المسلسل أنا اتبسطت بها جداً فبقيت متحمس قوي إن أنا أشتغل بقى مع الناس مع الممثلين ومع الوجوه الجديدة اللي أنا اشتغلت معها في المسلسل فكان أهم حاجة اللي الناس دي تبقى حقيقية صدقة أنا مبسوط قوي من حاجة مع أستاذ عادل أديب اللي هو بيبدأ بدري قبل التصوير في التحضير يعني دي حاجة حقيقي ما بقتش موجودة في ناس بتدخل على طول العمل فإحنا تقريباً خدنا شغلة معهم تقريباً شهرين طب ما أنت محامي كبير وشخصية عامة وبتاع سياسة ونيابة ومجالس ومدخلة تلفزيونية ما ترشح؟ لا 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 أنا أرشح إيه؟ لا لا أنا بقى ليش في الحاجات دي خالص بعدين العمودية في بلدنا دلوقتي بستنياكي أنت بيت تحديد أول عمل اشتغلته كان مسلسل نقل عام مع أستاذ عادل أديب في نقل عام نور النبوي أميرة أديب صولة عمر بقول إنه نور وأميرة حقيقي كانوا مجتهدين جداً جداً يعني بيجوا مزاكين اللي أنا قيله بيجوا في مواعدهم مصبوطة بعد كده مسلسل ملف سري فيلم معه أستاذ عادل أديب اسمه ما بعد الجنون ده لسه إن شاء الله يعرض قريباً وبالرغم من الانتقادات اللي توجهت لرحمة أحمد الشهيرة بمربوحة بمسلسل الكبير قوي إلى أنه أحمد كان عنده رأي تاني الصراحة شايف اللي كان فيه تصرع كبير من البداية اللي احنا من أول حلقة مش عارف أنا بجد حسيت أن الموضوع متجهز عايز أقول حاجة عن رحمة اللي الناس شايفاها في مربوحة أو شايفاها في شخصية اللي بتعملها في الكبير قوي هو واحد في المية من اللي عندي رحمة ده بجد أنا مرة عملت معاها تدريب كان المفروض إن أنا كل ما بقفل النور هي بتغير الشخصية قصيبة يا مصر يا مصر يا حبيب يا بك يا بك أحمد مش بس أكتين كوتش ولكنه كمان كان أحد أعضاء لجنة تحكيم برنامج الدوم لاكتشاف المواهب برنامج الدوم مختلف خالص يعني حتة مختلفة تماماً أنا بقول دايماً اللي أنا بتعلم منه زي بالزبط الشباب اللي معايا ما بيتعلموا يعني أنا كمان بضرب نفسي على فكرة اللي إحنا يبقى عندنا وقت محدد شغالين فيه محتاجين نطلع المشاهد بتاعتنا وتطلع في أفضل صورة علشان فيه لجنة مهمة هتتفرج على المشاهد دي وهتقيم الشباب أكتر شيء بيساعدني في برنامج الدوم اللي إحنا بنروح كل المحافظات علشان نجيب منها الشباب اللي فعلاً عندهم موهبة وعندهم حاجة يقدموهم صار لنا اللي مقدسي فترة غايبة عن السيحة الفنية وهيدا كان بسبب ضرف صحي قطعت فيه إلى أنها تعافت منه وهي كشفت لنا كل التفاصيل من خلال هيدا اللقاء وكمان خبرتنا فيه عن مشاريع القادمة اللي رح بتعود فيها إلى جمهورة فيديو كليب جديد بعنوان لاتكبر راسك تعلم من خلاله الفناني نالي مقدسي عن عودتها للسيحة الفنية من بعد فترة غياب خويلة هي ظروف صحية لقلي ولا حدا من أفراد عائلتي الحمدلل قطعت على خير وكنت بنفس الوقت أكيدا عم بحضير وعم بسمع أغاني بس مثل ما دايما بقلكون فترة التحضير بتاخد مني طاقة لأنه الأغاني المعودتكن عليها هي الأغاني اللي مختلفة واللي تشبهني فمش دايما بتتلاقيها ومش طالة تكبر راسك أكيدا ما بتنقال على ميل والبطال بتنقال لناس معينين بوقت معين للخين الغدار للي منو منطقي منو حقاوي اللي بيعندي فقال إمرأة طريق محدد وأهداف واضحة بسمتها نالي لنفسها من بداية انطلاقة من خلال برنامج كأس النجوم فهدفها هو تقديم أغاني مقتنعة فيها ومش هدف التواجد اليومي بأغاني جديدة بلا معنى هيدا أنا يعني هيدا هي شخصيتي بالأغاني هي شخصيتي بالموسيقى هي شخصيتي بالنوع الكلمات حتى اللي بقدمها جمالا أنا شخصية بتركز على حالة أكتر وبتركز على نجحات السابقة وإلى حد ما الخطوات اللي هي ناقصة يمكن كينت بالإيام السابقة لحتى أعرف كيف بدي جدت من نفسي أو شو ما عقولي أعمل بالإيام الجاية نالي مش بس دقيقة باختيارة للأغانية اللي بتقدمها ولكن دقيقة كمان بالأغانية اللي بتحب تسمعها فيه أغاني كتير لأيتلي طلعوا حلوين يعني من مصر من لبنان أحمد سعد عم بيقدم أغاني كتير حلوة لأيتلي فيه قصيمة أنا بحبها مثل محفظة الألقاب حسين الجسمي وأكيد دقيقة كمان باختيارة لشريك حياتها أحلى شي لحب الحياة وأحلى شي الارتباط يكون عندك عائلة بس أنا بعتبر أن الزواج اسمه ناصيب ولما يبدي يكون فيه خلاص إجاء الإنسان المناسب للارتباط راح أدقلك وقلك تعالي تعالي أقلك عن الاسم وبالرغم من أنه بتخطط دايماً لحياتها بشكل مدروس ومحسوب إلى أنه هالشي ما منعه أن تفكر بخوط تجربة التمثيل الآن أنا صرت رادية بحس أنه عبالي عمل هالتجربات بتضيف لقلب الفن معروض علي ناص بس بعض ما قلت لك الآن إحنا عمل حد الجنية الجديدة اللي هي رح تنزل على عيد إذا ألا رات أو بعد عيد فترة كتير صغيرة ممكن كتير لحقة راح يكون في كتير ناشاطات بالصيفية بلبنان وخارج لبنان الجميل الله بحبه جملة بتؤمن فيها نيلي بحياتها فهي دايماً بتشوف أنه شكل الإنسان ما بيقل أهمية عن شخصيته أنا مع التجميل بالشكل وما التجميل بالمضمون مرات حتى لأنه تشتغل على حالك مع الوقت هيدا تجميل بحد ذاته بحاول ما قيت على الشغل قد ما فينا إلا إذا عند إجتماعيات وبحاول قد ما فينا أعمل رياض منتظمة بحاول أشرب ماء كتير ونام بكير ومبكير وفوف الصحاتي في كتير رجع لك يا حبيبي أنا 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 رجع لك بالهواء وسوء عمر جيالك وحانيني أنا 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 جيالك وإذا سألناك شو بتقولي لانانالي بالمرية؟ حلا بقول لحالق إن عيوني حلوين بحبهم بحالي كتير وهلأ صرت حب حالي كانت قبل ما كتير حب حالي هلأ صرت حب حالي وقتناعت إنه بفكري إنه لازم تحب حالك لتعرف تحب كل حواليك لهم بتكون انتهت فقراتنا من عربود ويلي كان فيها؟ تتويج كينغ تشارلز III بيجمع مشاهير العالم النجوم يكرمون محمد الموجي بالسعودية السعودية وهيئة الترفيه فكرت أنها تكرم العملاق محمد الموجي أصالات تطرب الجمهور المصري نياتي الناس التروق هيك وترحم بعضها والرحمة عمي ماجد المصري بإحتفالية مجلة نيش النفس الناس تحب زيدان وفعلاً حبه زيدان سبب غيب من اللي مقدسي عن السيحة الفنية أي ظروف صحية لقلي ولا حداً من أثراد عائلتي الحمد لله قطعت على خيركم تدريبات مكثة فيه للنجوم الشبيب مع أحمد مبارك احنا بنعمل التدريبات دي عشان انت تلمس الشخصية قبل ما تصورها عينبا يحقق حلم حياته أمي كبت زعيلي فالحمد لله ربنا كرمها آخر كرم في الدعوة حزف مشاهد نادين ناسيب نجي من وأخيراً نتمنى أن حلقة الليلة تكون نيلة أعجبكم باي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة